السلام عليكم كذا ريلا بس عليكم متمنتكم باخر وعلى خير انتم تشاهدون الفيديو ان شاء الله سنجدوا مع بضايتنا اليوم دوة زيتهاي وهنتم معايا لدينا المقادير عندي كز الكوك او جوز الهند عندي كز سكور سنيدة و سكور حبيبات كز العاصر كز الزيت و قشور برتقالة واحدة و ثلاثة بيضات ساشة البانية سبعة جرام و عندي جوز خمالة الكاتو و الدقيق على حسب لاندي سل كيسن فارينة قبضة ملح معكة بعيدة حشة ملح و عيدة ثلاثة ضيئة بحاجة بحاجة ملح الحلوية ستكون يديدة مع الجوز الهيندي مع البرتقار كي يتوتوا نضيف كزي سكر سنيدة نضيف سكر باني و نخلط نضيف البيض مع السكر نضيف كزي الزيت 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 نضيف كزي العصر نضيف كزي للكوك و إلى جوز الهيندي اضيف كزي الزيت اضيف كزي الزيت نضيف دقيق ما نغرب من قبل هنا نغرب جزء الخمارات دي القاطو اللي نغرب هنا عندي سبعات الكيسان دي الفرينة مياه دي ما فرينة تبقى على حسب النوعية اللي تشرب لعينكم وميزانكم نضفه شوية بشوية مش مجيك مش قصحة نضر شوية بشوية ونبعد نشوف نخصاني آن يسيد ولا حساب على حساب السميسو الحجم دي الباب اللي كان كبير وان كان صغير نضفه الاخير هنا نجمع عجين كما تشوفوا معي سبعات الكيسان دي الفرينة اللي يشم تجعلها تشكل هذا سوف يجعلها كلها كما تجعلها سبعات الكيسان دي الفرينة كلها توم لي تجعلها تشكل هذا عند الطابعة عادة سوف يجعلها تجعلها تشكل هذا كما تجعلها تجعلها في فرينة كما تلسق لكم في ملقاته هنا عندي طابعة شوية صغير كما تجعلها من الأحسن هنا نضيفها من بعد ما نضيفها نضيفها في سكور غلاسي بعضهم في جوز الهند ونضيفها سكور سندة في الكوك مع سكور سندة ونضيفها نضيفها ونتضيفها بعض المطابعة نضيفها ونضيفها لحضر هنا يساريك الطاوض الى اندخلها الفران من بعد ان شاء الله ما نجبده ونطلقه والعدي هي القطول لوجه مما بديتنا تسمي اعجابكم صلى الله عليه وسلم